معكم ولدتكن كيف حسكن اليوم لتعرفوا كل هالتفاصيل تكونوا معنا ببرنامج Lucky or not Lucky or not انتروني انا غالي على 10 الصباح من 1 للخمس يو مرحبا ويسعد لي صباحكم مستمعين انشاء الله رب دائما تكونوا بألف خير معكم غالية من وراء المايك لكي ارنات لليوم ابتدى فادي قروشان على الاخراج وايضا مجد منصور معنا عبر البث المباشر طبعا رسائلكم واتصالاتكم على 1444 طبعا اليوم بداية شهر جديد بداية شهر ادار بتمنى انه يكون شهر خير وشهر حلو للجميع وعلى فكرة طبعا هذا الشهر انا بعتبره هو بداية العام صراحة لانه دخلنا العام بدرجعات كتيرة ما كان فيها كتير تغييرات للافضل اعتبارا من هذا الشهر انا بشوف انه فيه كتير تغييرات وخصوصا من بعد الاسبوع الاول منه اليوم رح نحكي عن توقعات شهر ادار لكل الابراج وشو ممكن من كل النواحي طبعا من النواحي العاطفية المالية العائلية وايضا المهنية لا هيكونوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة نينار اف ام لا تحضرونا لايف صوت الصورة صوت الصورة وتحية كل لأصدقائنا عبر صفحتنا على الفيسبوك اللي عم ينضموا لقلنا اتباعا دائما اخبارنا من الترتيب بتكون ما منقولهم من الحمل لا الحوت منقولهم من الاكثر قلق ولغاية الاكثر حزن هلا اكتر حدا الان اليوم هو مولود الاسد صباح يعني اليوم مزاجه معكر مولود الاسد وانت بدك تحاول شوية تخفف توتر في شوية عرقلة في شوية تأخيرات ويمكن اليوم عنده حالة من النفور مولود الاسد من الناس اللي حواليه بس انتبه هذا النفور ما يقدي لبعض الخلافات ما عم تقدر تحكي اللي بدك ياه بطريقة سلسة بطريقة معتدلة مولود الاسد هلا بالنسبة لهذا الشهر شهر ادار بالنسبة للك كثير من موليد الاسد ممكن يدخلوا غمار عمل جديد يعني الاشخاص اللي ممرتحين بعملهم الاشخاص اللي ممكن عم بيبحثوا عن عمل في شي ممكن التحاق بعمل جديد او حتى الاشخاص المستقرين بعملهم ممكن يكون في بعض البلبلة خلال هذا الشهر او تضطر لاجراء بعض التعديلات او التغييرات على عملك الحالي سواء كانت هاي التغييرات اختيارية او حتى اجبارية هلا ما في شك صحيا بدك تنتبه هذا الشهر مولود الاسد شوي على امورك الصحية النص التاني من الشهر او بالاحراء من بعد 12 الشهر الامور بتاخد طابع كتير اكتر ايجابية وايضا لا 20 ايضا من هذا الشهر بتكون الامور ممتازة بالنسبة للك اذا من منتصف الشهر الحظوظ تتصاعد بدنا نتحمل بس اول نص من هذا الشهر النص التاني رح يكون فيه تحسن مالي او اجراء يمكن معين انت عم بتحضر له او ربما تحرز هدف او تتوصل لهدف معين كانفرجات كمكاسب كارباح كحل لقضية مالية كانت معلقة بالنص التاني من هذا الشهر عاطفيا انا بشوف يعني فيه عند اغلب موليد الاسد حالة من الانتظار حالة من الانتظار ما كتير فيه قرارات مهمة على الصعيد العاطفي هذا الشهر وانا برأيي بالنسبة لموليد الاسد المرتبطين لا تبحثوا عن المتاعب بهذا الشهر حاولوا كتير انه تكونوا هيك ريلاكس ومرتاحين ولجأوا للاصلاحات دائما هذا افضل الحلول من انت الا مولود الثور يسعد لي اوقاتك مولود الثور لا اليوم كمان شوي مزاجه مبتير رايق مولود الثور وانا برأيي لا تدخل قيل وقال ابدا اليوم يعني اقتصر النقاشات لانه باي حوار او باي نقاش رح تدخله بدون ما تشعر رح تاخد موقف متطرف رح تكون عنيد كتير ما رح تكون لين ما رح تكون مرن فهذا ممكن يسبب مشاكل اشتغل على تهديئة مزاجك اليوم مولود الثور لانه بكرة اكيد وضعك افضل بكتير هلا بالنسبة لهذا الشهر بشوف انه فيه شوي ضغوط عند مولود الثور ولكن بالنص الاول منه يعني ما رح تتبقى هاي الضغوط مستمرة معك اكيد وبالتأكيد بدك تنتبه شوي لامورك الصحية ايضا مولود الثور يعني وخاصة اعتبارا من الاسبوع الاول من بعد الاسبوع الاول من هذا الشهر بالنص التاني من الشهر بتتحرك شؤونك عموما سواء كان شؤونك المهنية او حتى المالية وتحديدا من 12 الشهر سجل هذا التاريخ عندك نصر شهر وبانتقال عطارد لابرج الحوت ممكن يكون في عندك مكاسب معينة مردود مالي تحسن بالدخل عملية استثمارية عملية بيع او شراء يعني انت حتى اذا كان حدا من موليد الثور ناويين على عملية بيع او شراء او ما شبه فليفضل انه ينتظروا لبعض منتصف الشهر الوضع العائلي جيد ويبشر براحة وجديد الامور العاطفية هي اللي بتعيش بعض التقلبات لانه الظهرة الموجودة ببرج الدلومة كتير مريحة على الصعيد العاطفي ويمكن تخلق بعض البرودة او الفتور مع الشريك مننتقل لا مولود العقرب يسعد لي صباحك هلا اليوم مولود العقرب عنده حالة من الانفعال يعني ضايج هيك مكركب شوي عنده حالة من الانفعال او عنده حالة من الاستعجال يعني ملح اليوم هيك بده اموره تمشي بسرعة وهذا الشي يعني بظن ما رح يتحقق فاروق شوي مولود العقرب لانه حتى فيه شي يعني مطلوب منك اليوم تتأقلم انت مع رغبات محيطك وظروفهم يعني ما تتوقع انه الامور تمشي مثل ما انت بدك تمسك بالمرونة بال بالامر الواقع عز الصبرك شوي هلأ يمكن اليوم مولود العقرب همومه الى طابع عائلي او حتى شخصي يصدل وقتك مولود العقرب بالنسبة لشهر ادار يعني انا بشوف انه فيه تحسن ملحوظ بامورك رغم معاكسة بعض الكواكب يعني هلأ المريخ رح ينتقل لبرج الدلو بستة الشهر ايضا الزهرة رح تمتقل لدلو بموقع ما كتير مناسب بالنسبة للك ولكن فيه ايضا كواكب بالحوت دائمة الشمس الموجودة بالحوت بتدعمك عطار يلي رح يوصل للحوت ب12 شهر ايضا بيدعمك والمشتري الموجود بالحوت كوكب الحظ يعني هدول الكافيلين انه يعدلوا دفة الامور بالنسبة للك وخصوصا عائليا يعني الامور العائلية الامور المالية طوال هذا الشهر جيدة لمولود العقرب هلا عاطفيا انا بشوف الزهرة شوي مؤسرة سلبا يعني بشوف مولود العقرب هيك عم بياخد مواقف متطرفة من الشريك العاطفي لهيك متضروري انه انت بهذا الشهر مولود العقرب تشتغل على تهديئة الاجواء تشتغل على المسايرة الاهتمام بالطرف الآخر الاهتمام بمتطلباته لا تلجأ للتطرف بالمواقف بالحب ولا تحشر الآخر بزاوية ديقة اي كان هذا الموقف دائما نفكر انه ترك له مساحة لا يتحرك فيها او يتصرف ننتقل لمولود الحوت صحيح اليوم مولود الحوت مكتير رايق الحقيقة واليوم هيك في بعض المعاكسات المزعجة ما بعرف حتى اذا انت عم تختلق بسبب حساسيتك او انت بحالة حيرة او حالة غير مستقرة الحقيقة مولود الحوت لهيك اليوم لا كتير يعني هيك تتعرض لمواضيع ساخنة مع المحيط لانه يمكن ما توصل لنتيجة ويصير شوية زعل فحاول اليوم هيك يعني لا تطرح قضايا قديمة لا تفوت عتابات ما تواجه الاخرين بالعكس حاول انك تلجأ لتسويات سلمية هذا افضل للك بكرة وضعك افضل بكتير بالنسبة لهذا الشهر هو شهر جيد مولود الحوت ثلاث كواكب راح يكون موجودين عندك اكيد تأثيرهم مانوا قليل بالنسبة للك وانا بشوف هذا شهر للأسفار بالنسبة لموليد الحوت اللي نوين هلأ السفر ممكن يكون سفر فعلي وواقعي وممكن يكون تعامل مع أماكن بعيدة مع جهات غريبة مع جهات أجنبية يعني في توسع جمالا في علاقات خارجية بهذا الشهر عندك مولود الحوت وتوسع بالأعمال وأيضا بالحركة المالية كل موليد الحوت اللي كانوا عم يشتكوا من تعب مالي انتظروا من منتصف هذا الشهر وبعد في حركة بالأمور المالية طبعا للأفضل يعني إذا في عنكم مستحقات إذا عنكم وعود بهذا الشأن فممكن تكون رايحة باتجاه حلول عاطفيا الأمور جيدة بالنسبة لمولود الحوت بهذا الشهر ويمكن كتير من موليد الحوت الخاليين إلاء الحب بمجال العمل بمحيطهم العملي ممكن تخلق علاقة جديدة هل أنا بشوفك متحمس جمالا للعلاقات مولود الحوت ويمكن مسكر الباب على أمور ماضية ما أنك حابب كثير تخوض الماضي حابب يكون في شي جديد بحياتك عامة حتى العلاقات العائلية تتحسن يلي كانت عم بتعاني من بعض المتعب بننتقل من بعد مولود الحوت لمولود العزراء يسعد لي وقتك اليوم شوي الأمور متشابكة عند مولود العزراء بده شوي التنظيم وبده شوي الترتيب لأنه أنت اليوم مشتت الزهن شارد ما كتير تركيزك عالي أو ما كتير أداءك يعني كافي ورغم هيك عندك كتير مشاغل وعندك كتير أعمال يعني حاول اليوم لا تبدد وقتك بشي ما في منه جدوى ولا حتى جهدك لا تصرف جهدك بأمور سنوية أو جانبية حتى على صعيد جدالات لأنه الوقت بيروح بالأخذ والعطى بدون نتيجة بالعكس حاول اليوم تعزز تفاهمك مع الأشخاص اللي عم يشتغلوا معك لحتى تضمان مساعدتهم هلأ بالنسبة لشهر أدار مولود العذراء أنا بشوف أنه هذا شهر لا يخلو من بعض الضغوط يعني ضغوط مهنية كيف بتكون هاي الضغوط يعني ممكن تشعر أنه أحد الجهات بعملك أو الأشخاص الموجودين معك بالعمل في محاولات لتقييد حركتك بالعمل أو للحد شوي من صلاحيتك طبعا هذا الشي يصير قلقك قلقك مولود العزراء أو يمكن بتضطر لتساير بعض الأشخاص أو بعض الإجراءات يلي ممكن تصير بالعمل أو ممكن أنك تتقبل إذا ما كان عندك خيارات أو بدائل تغييرات ما كتير عم بترألك هلأ ماليا تتحسن أمورك المالية بنهاية الشهر ولكن عموما في بعض المصاريف وفي بعض المتاعب أو قلة السيولة على الصعيد المالي الأجواء عاطفيا أيضا ما كتير مستقرة بس أنا بشوف أنه مولود العزراء عدم الاستقرار إلو سبب يعني ناتج عن تداخل بعض الظروف الماضية والحاضرة سواء علاقات قديمة ممكن تشوش عليك سواء علاقات جديدة ما كتير عم تقدر تحسمها أو تاخد قرار فيها مننتقل لا مولود الجديس عن لي أوقتك أعيد النظر مولود الجدي اليوم بأمورك المالية أنت بحاجة لحسابات كتير دقيقة لأمورك عموما المالية هلأ إذا دخلت حوارات فالحوارات مفيدة مع الآخرين إذا طلبت بمستحقات لإلك يعني بدك شوي تضبط ميزانيتك بدك تضبط أوضاعك في مصاريف ضاغطة في مطالب قد تكون عائلية بالمرحلة القادمة هلأ أنا بشوف مولود الجديد خلال شهر أدار أكتر انشغالاته مالية الكواكب ببيت ماله ما فيني اتجاوز هذا الموضوع وخاصة الأمور المالية المرتبطة بالعائلة يعني سواء كان كمصاريف عائلية أو كإجراءات التغييرات رح تتم بهذا المنحة في مكاسب مولود الجديد وفي أرباح ويمكن تقبط مبلغ من المال مهم كتير بهذا الشهر ولكن بدك تنسبه للمصاريف أيضا لأنه كمان المصاريف رح تكون تضاهي الدخل يعني أو تزيد عنه أنت اللي بتتحكم بهي القصة هلأ البعض من موليد الجديد ممكن يتلقوا دعم عائلي دعم مالي عائلي بهي الفترة أو هنن يكونوا عم بيقدموا هذا الدعم الأمور المهنية جيدة طبعا بالنسبة للراغبين بعمل جديد بالنسبة للباحثين عن عمل وخاصة من بعض 12 الشهر هذا التاريخ كتير مهم لمولود الجديد لا يحسم أموره العملية ويروح باتجاه الأفضل هلأ بالنسبة للأمور العاطفية لمولود الجديد أنا بشوف أنه انشغالاته المالية هذا الشهر وأعباؤه خليني أقول المالية ممكن تتزامن مع أموره العاطفية يعني فرضا موليد الجديد اللي بدون يرتبطوا هذا الشهر أو اللي عندون شيء العلاقة بمنزل بعائلة يعني ما بتكون أنه العلاقة مع الآخر رومانسية بشكل كامل ولكن بيكون فيها نوع منها مش المصالح المشتركة ولكن ممكن كثير يحاول المولود الجديد يرضي الشريك بتصرفات أو بسلقيات مرتبطة مثلا بهدية مرتبطة براحة مالية بيقدم له أو العكس أو الشريك من يقدم له الدعم من أنت إلا مولود السرطان يسعد لي أوقاتك أنا بشوف مولود السرطان اليوم أجواء جيدة ومنحة وفيها تطورات استفيد اليوم مولود السرطان من علاقاتك الطيبة حاول تبحث عن الأشخاص اللي بيدعموك الأشخاص اللي أنت بتثق فيهم ليعززوا لخياراتك ويصوبوا بعض الآراء هلأ اليوم مولود السرطان عم يخطط لأمور قادمة ويمكن عم تضع لأعمالك رؤية جديدة أنا بشوف يوم حلو الأعمال عم تتحسن وفعلا أنت عم بتفكر ببكرة بالنسبة لشهر أدار بالنسبة لما لأيلك مولود السرطان شهر يعتبر جيد يعني في تحرر من إشيه كتير كانت ضغطة عليك بالشهرين السابقين هلأ البعض من مولود السرطان قد يكون عندهم حسم عاطفي بالأسبوع الأول من هذا الشعر سلب أو إيجاب أو ممكن يعني خطوة باتجاه ارتباط خطوة رسمية أو انفصال بالنسبة لمولود السرطان يلي عانوا من بعض المتعد من بعد الأسبوع الأول الأجواء تختلف كليا أنت بتتحمس للجديد بلشت بالعواطف لأنه مولود السرطان بالشهرين الماضي يعني كتير كان متعب عاطفيا كتير على المستوى العاطفي وعلى المستوى الشخصي لهيك من بعد الأسبوع الأول حتتغير نظرتك للأمور رح تتحمس ليكون فيه شي بحياتك جديد يعني فيه عندك حماس ممكن تكتشف بعض الحقائق أو تغريك علاقة جديدة بتدخلها مولود السرطان الغير مرتبطين طبعا الأفضل بهذا الشهر بالنسبة لك هو الأمور المالية لأنه أكتر شي رح يكون مثار لانشغالك هو وضعك المالي وشاركتك وكل ما له علاقة بمال بينك وبين الآخرين يعني سواء كان قسمة سواء كان ضمانات سواء كان تأمين سواء كان أمور مصرفية بنجية حوالات أو ممكن ميراث أو قرس أو مواضيع متعلقة بينك وبين الآخر ويمكن يكون هالآخر من أطراف عائلية على فكرة إذا كان على صعيد قرس مثلا أو حتى ميراث كتير الأمور المالية تتحسن وكتير رايحة باتجاه حلول وخاصة من بعض 12 من هذا الشهر حتى عمليا بتبلش أمورك بتتبلور وبتصير أفضل هلأ أنا بشوف صحيا أهم شي مولود أسرطان كتير تعبت بالشهرين الماضيين هلأ بلشت التحسن بلشت التحسن بالأمور الصحية بالنسبة لمولود الحمال ليصدلي صباحك اليوم كتير فيه تعاطف مع مولود الحمال كتير فيه تقارب بينه وبين الآخرين كتير عنده حيوية عنده نشط مقبل على العلاقات عامة وعنده لقاءات اجتماعية جيدة يعني يمكن يشوف وجوه جديدة يمكن يكون فيه عنده مشاركات مع الآخرين عم تتفاعل مع محيطك عم تستضيف أصدقاء بالبيت عائلة أو أنت عم تعمل زيارات يعني اليوم نشاطك اجتماعي تماما مولود الحمال هلا بشوف أنا بالنسبة لشهر أدار وهذا الشهر الشهر الذي يسبق شهر ميلادك دائما هذا الشهر يمكن يعني رغم أنه ما نو يعني ما نو سيء بالنسبة لألك ولكن قد يحمل بعض التأخيرات يعني كأنه مولود الحمال فيه وعود كثيرة ممكن عم ينوعد فيها ولكن في حالة من الانتظار بيفرض هذا الشهر حالة من الانتظار أو بيضعك بموقف حائر شوي ببعض الشؤون اللي العلاقة بعملك تحديدا ولكنه شهر جيد لتباشر بخطوات جديدة لتبلش شوي تزيح من ضغوط الماضي كواكب الدلو داعمة جدا فيه أوساط جديدة ممكن تدخلها بشوف كثير موليد الحمال بيسافروا بهذا الوقت يلي مخططين للسفر أنا بشوف هذا شهر للسفر لمولود الحمل أو لتغيير الإقامة أو لتغيير السكن هذا يتطلب مصاريف داك تدير بالك طبعا كواكب الدلو قوية بالنسبة لك الزهرة وأيضا المريخ المريخ بيعطوك قوة بيعطوك دعم بيعطوك قدرة على حسم الأمور يمكن تخلق عند مولود الحمل خيارات مهنية جديدة أنا بشوفها يغير يعني يروح لخيارات مهنية جديدة هلأ أثناء هذا الشهر ممكن يكون في بعض المقاشات العائلية المرتبطة بشأن مالي بدك تمر بأيام يكون فيه بتمنى ما يكون مثار لخلاف معين بقضية عائلية مالية عاطفيا عامة تتحسن الأوضاع العاطفية عامة يعني ولكن كأنه مولود الحمل عم يعيد النظر بعلاقته بهدف إصلاحة وليس بهدف الانسحاب منها يعني كل مولود الحمل عندهم رغبة بالإصلاح والبعض الآخر من مولود الحمل يلي ما نن مرتبطين ممكن كثير يكونوا منجزبين لعلاقة بعيدة عن العيون علاقة ما يفصحوا عنها أو مشاعر داخلية حتى لو ما كانت علاقة حقيقية بيميلوا لأحد الأشخاص ولكن بيتحفزوا شوي على هذا الأمر منت إلا مولود القوس سعد لأوقتك يوم حلو لألك مولود القوس وإيجابي ومبشر بخبر سار هذا أهم شيء أو بزوال مشكلة كانت ضغط عليك اليوم اتصالاتك بالآخرين نجحة اهتمامك بمحيطك الشخصي محيطك العائلي جيد اليوم كأنه مولود القوس متصالح مع حاله وعم بيقدم أفضل ما عنده ويمكن اليوم عواطفك كمان ظهرة بكلامك وبتصرفتك يعني إجمالا يوم حلو بتقدر تعتمد عليه بتسوية كثير من الأمور أما شهر أدار فأنا بشوف أنه يمكن هذا الشهر تضطر شوي للانتظار أو يكون في نوع من البطء أو العرقلة بأعمالك وتحديدا من بعد منتصف الشهر يعني في عندك فترة يعني من تقريبا 12 الشهر لغاية أواخر الشهر ومن بعد في انطلاقة مهمة جدا لإلك مولود القوس وفي تسارع وتلاحق بالأحداث فحاول أنه تكون متوازن بأمورك المهنية ولا تستعجل الأقدار تركها يعني مثل ما بيقولوا يعني تخلي الأمور يعني تنطبخ على نار هادئة مثل ما بيقولوا عاطفيا أنا بشوف التواصل صعب شوي بهذا الشهر مع الشريك شوي ممكن يكون هيك في بعض الوقفات بعض العقبات الموليد القوس المرتبطين أنا أصدت وليس الخاليين هلأ الخاليين بشوفهم متسرعين جدا هذا الشهر تشوف الخالي من مولود القوس يمكن يكون عنده حالة من التسرع والاندفاع التهور بالدخول بعلاقات جديدة حاول أنك تهدي وتدرس أمورك ومدى صحة خياراتك أو مدى صحة اختيار هذا الشريك يعني الفترة الأصعب بهذا الشهر مولود القوس أنا بشوفه سواء من الناحية العاطفية أو حتى المهنية من 12 شهر لا تقريبا 28 شهر لأنه هاي الفترة فترة التواجد عطارد بدرج الحوت عطارد هو كوكبك المهني والعاطفي فهون ممكن تصير بعض المتعب هلا على فكرة بدي أقول لمولود القوس أنه الأمور المالية ما نسيقها ما نسيق أبدا ولكن قد يكون هناك بعض الإجراءات العائلية في شي ضمن نطاقك المنزلي العائلي يمكن شوي يكون في بعض الضغوط ننتقل للموليد الأكثر حظا اليوم معنا موليد الهواء بداية مع الجوزاء صباح يوم حلو لك مولود الجوزاء وعم يزيح عنك بعض الضغوط بتحس بانفراج بتحس بحل حلة لبعض التعقيدات السابقة يعني بشوف اليوم فيه إنجاز فيه تحسن عام بأحوالك فيه خطاة جيدة تجاه أعمالك اليوم وفيه تأييد ومساعدات يعني بشوف مولود الجوزاء بوضع جيد اليوم وأكيد إيجابي حتى الشهر يعني حتى الشهر رغم تواجد بعض الكواكب بالحوت بهذا الشهر وبموقع شوي حساس بالنسبة لك إلا أنه كمان كواكب الدلو بيدعموك كتير إذن أنا بعتبره شهر جيد بالنسبة لك وإن تعرضت لبعض المنافسات بالعمل تحديدا يعني وكأنه في نوع من الغيرة بعملاك في نوع من الحسد في نوع من ممكن يخلق أشخاص بمحيطك العملي يعني يحاولوا يعرقلوا أو يغطوا على إنجازاتك ولكن أنت الرابح يعني لا تخاف مولود الجوزاء حاول تواجه هالمنافسات أو هالتحديات بروح عالية وبروح رياضية وانتبه انتبه لأنه كتير من موليد الجوزاء أنا بشوف بهذا الشهر ممكن يكون في عندهم نقلة مهمة بأعمالهم يعني سواء كان ترقيب العمل أو تحسن ولكن لو يواجهوا بعض التحديات أكيد ما في شك هلأ عاطفيا أكيد الزهرة بيأدل وعم تمنحك جاذبية كبيرة جدا كتير من موليد الجوزاء ممكن يلجأوا لسفر بهذا الوقت أو بهذه الفترة إذا كانوا ناويين عليه طبعا أيضا مولود الجوزاء منلاقيه يعني بحالة منصحه منلاقيه عم بيحاول أنه يشوف علاقته الحالية المرتبطين طبعا من موليد الجوزاء عم بيحاول يشوفها كتير بوضوح كتير عم بيحاول يقيمها صح هاي العلاقة أو شو بده مننا أو شو احتياجاته مننا الخاليين يعني بيقلكم في كتير مغامرات في كتير دخول بعلاقات في فرص لإنشاء علاقات عاطفية جديدة فالأجواء جمالا جيدة حتى على صعيد الاجتماعي خلونا ننتقل لمولود الميزان صباحا مولود الميزان أمورك جيدة العلاقات عموما حلوة في نسبة تفاهم كتير كبيرة بينك وبين المحيط اليوم يوم جيد لتلاقي مساندة لازمة صحبة ممتعة محبة يعني اليوم متوافق مولود الميزان منسجم مع الآخرين متفهم فما تتردد إنك تحكي لأنه اليوم البوح من صالحك إذا حبيت تحكي إذا حبيت توضح مواقف إذا حبيت تشرح بعض الإلتباسات يعني تتجاوزها اليوم لتعويض المعنوية عند مولود الميزان هلأ بننتقل لشهر أدار بالنسبة لك مولود الميزان بشوف فيه إنجازات مهمة جدا عندك وتحديدا بالعمل يعني أمورك العملية فيها تحسن كثير من مولود الميزان بيدخلوا جديد بيلجأوا لتطوير بالعمل لتوسع ممكن بأعمالهم في منهم بيحصلوا على مكافأة في منهم بيحصلوا على طرقية معينة بعملهم يعني فيه تميزات بهذا الشهر كلمين حسب ظروفه طبعا الأجواء العاطفية حلوة جدا مميزة جدا بالنسبة لك وقد تتطور علاقة بحياتك مولود الميزان أو تدخل جديد بحماس كبير كتير ننتقل مولود الدلو آخر موليدنا ويلي لسه الأمر موجود عندك بزيارة مولود الدلو ولا أنا بشوف اليوم أمورك كتير حلوة علاقاتك آمنة في حيوية في حماس في سقا عم تكسب محبين اليوم مولود الدلو ومؤسرين لإلك وفي آفاق جديدة كأنك عم تفتح باب للمستقبل أو عم بتقابل أشخاص مهمين عم بتصادفون أو قد تكون فرصة تتاح لإلك أو خبر يصب بمصلحتك طبعا مولود الدلو يعني هذا الشهر شهر حلو بالنسبة لك أنا بشوف يعني بدي حط لك عنوان فيه يعني أهلا وسهلا بالمصالحات بالنسبة لمولود الدلو لأنه الفترة الماضية الحقيقة كان فيه كتير تشويش بعلاقاته علاقاته الشخصية علاقاته العائلية حتى صداقاته كانت شوي متأرجحة وما زالت على فكرة هذا الشهر يمكن حتى تكتشف فيه كبعض المخادعين أو تسقط بعض الأقنعة يعني بس ما فيه مشكلة يعني ما كتير أشخاص مهمين بالنسبة لك ولكن أنا بشوف أنه هذا الشهر فيه لقاءات ممتعة في استعادة علاقات شخصية أو عاطفية في لقاءات بعد غياب لمولود الدلو تحسن عام بأحوالك العاطفية وخصوصا من بعد الأسبوع الأول يعني شؤونك العائلية أيضا تنتظم الخاليين من موليد الدلو في عندهم بداية عاطفية جديدة شوف أغلب موليد الدلو عندهم بداية عاطفية جديدة بهذا الشهر وممكن تكون يعني رسمية هلا البعض منهم قد يعود لعلاقة سابقة والبعض منهم ممكن يضغي صفحة ويفتح صفحة جديدة حتى بالعمل أنا بشوف الأمور بالنسبة لك كتير منيحة الأمور المالية فيها حراك كتير كبير هذا الشهر عند انتقال الكواكب للحوت طبعا الشمس موجودة بالحوت ونبتم موجود بالحوت أيضا وعطارد رح يكون بـ 12 شهر ببرج الحوت وفي صرعة وفي عملية مالية بيقبل عليها مولود الدلو أو ربما قضية قانونية بينتهي منها يسعد الله تحك حكينا طبعا عن توقعات سريعة ولم حامة عن توقعات شهر أدار لكن الأبراج جيسعد لي وأتقوم جميعا بدي أودعكم أصدقائنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة نينار ويتمنى لكم شهر حلو كنت معكم أنا غالية وتحية من فادي قروشان على الإخراج وأيضا شكر لمجد منصور يلي كان معنا عبر البث المباشر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر